السلام عليكم. مرحبا لكم استاذ ياسر محمد نجيب من مدرس شريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنعرض لكم فيديو تكميلي لتوسيق المصادر. هنعرفكم بان انت جبت دلوقتي المصدر بتاعك ازاي تقدر انك تكتبه داخل البحث. تربط المصدر بتاعك بالمعلومة. دلوقتي احنا شفنا ازاي تقدر انك توسق المصدر بتاعك. لكن هناخد تطبيق عملي على مصدر من المصادر اللي احنا اقترحناها. كنا اخدنا اقتباس من مواقع الانترنت واخدنا الموقع بتاع موضوع. ومقالة في اسمها اجمل مساجد العالم. دلوقتي احنا هنقتبس من المقالة دية الجزء ده. عايزين نشوف ازاي بنقدر نكتب الرقم بالشكل ده. بكل بساطة احنا بعد ما قاعدين النص مسبقا انك اخدته نسخه بعد كده لزقته. بتيجي هنا وتبدأ انك بعد الجزء اللي انت اقتبسته هتيجي تحط واحد ما بين قصين او بتكتب رقم المصدر بتاعك ما بين قصين على حسب ترتيب المصادر. لنفرض هنا مثلا بقنا دية المصادر. يبقى دلوقتي ده المصدر الاولاني بقنا هنا هبدأ بواحد. طيب. ازاي يخلي دية مرتفعة وبصغيرة. بتحددها وبعد كده بتيجي تضغط على الشكل ده. فبيبدأ اني يحط لك الواحد بشكل مرتفع. بكده انت تكون وسقت الشكل ده فكتبت الرقم بتاع المعلومة ديت او المصدر ديت فوق في الموضوع وتحت وفي المصادر انت زكرت المصدر اللي انت جيبت منه المعلومة دي. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل رتوفي. اشتركوا في القناة